كيك الشوكولاتة ببيضة طاني كيك سهلة وسريعة بكريمة اقتصادية بدون ناشا أو كريمة خفق تابعينا لتستفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من دائما وأبدا لتنسي الاشتراك والتعليق والمشاركة المقادير المقادير بيضة طاني كوب ونصف سكر نخفق البيض والسكر بمدرب كهربائي حتى يصبح الخليط كريمة نضيف كوب ونصف كوب زبادي بدون نكهة وإذا لم يوجد لديك زبادي استبداليه بلبن رايب ذوبي ثلاث ملاعق نسك فيه قهوة سريعة فيه ثلث أرباع كوب ماء دافئ نضيف أقل من نصف كوب زيت حوالي مائة وعشرون ميلي إخلطي كل المكونات استخدامي نفس الكوبي في وزن كل المقادير أضيف كوبان دقيق ونصف كوبي كاكاو ومعلقة كبيرة فنيليا وبكربونات السوديون ورشة ملحي انخلي الدقيق والكاكاو ثلاثة ثم أضيفي النسك فيه أخلطي كل المقادير برفق جاهزي القالب بورق زبدة وسخني الفرن إلى مائة وثمانون درجة ثم نسكب الخليط في القالب لتحضير الكريمة أحضري الكزرونة وضعي علبة حليب مكثف وثلاثة ملاعق كبيرة كاكاو ونسخن كل المحتويات على النار وعندما ينحل الحليب ويتداخل معه الكاكاو ويبدأ في الغليان نرفعه من على النار نضيف تقريبا ربع قالب زبدة ما يعادل أربعون جرام زبدة ونخلطهم حتى تذوب كل الزبدة وبعدما يخرج الكيك ويبرد أسكب الكريمة سوف تكون ممتئلة غرناطة من كريمة الشيكولاتة أرجو أن تكون هذه الطريقة نالت رضاكم كيكة الشيكولاتة بالزبادي وكريمة الحليب المكثف لا اتبخل علينا بتعليق والمشاركة إذا إعجبك الفيديو دمتم في حفظ الله ورعايته